السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة تعلم مع آدم وإياه إذا في الفيديو دياله قم بتحيح فرد لمادة الرياضيات للمساوى الثاني الفرد الثاني للدورة الثانية أو ما يسمى فرد المرحلة الرامعة للمساوى الثاني لمادة الرياضيات إذا الرابط ديال هذا النموذج أتلقاه في صندوق الوصف على شكل PDF ممكن تقوم بتحميل دياله إذا نبدأ مباشرة بتحيح هذا النموذج نبدأ بسؤال الأول إذا السؤال الأول يقول أصيل كل جداء بالعدد المناسب إذا مطلوبنا الربط كل جداء بالنتيجة دياله إذا هناك يعني بأننا نخص الكل المتمكنين من حفظ جدول الضرب إذا 8 في 4 تساوي ماذا؟ 32 نعم إذا نقوم بمشي وغير ربط بـ 32 6 في 10 كم تساوي؟ نعم أحسنتم هي 60 ثم 6 في 8 كم؟ نعم 48 ثم 6 في 7 ممتاز 42 9 في 3 كم؟ 27 ثم 5 في 9 45 وبهكذا نكونوا انتهينا من هذا السؤال وقومنا بربط كل جداء بالعدد المناسب غدا تقلوا الآن إلى السؤال الثاني إذا السؤال الثاني يقول أحسب الجداءات التالية إذا نجدوا الضرب نعطيها قيمة كبيرة ونحاولوا نتمكنوا منه ما غير كنحتاجوه فقط في المستوى الثاني كنحتاجوه في جميع المستويات المتتالية وكذلك في الإعداد وغيره إذا نقوم بإجابة على الأولى الأولى إذا ستة في واحد كم تساوي؟ نعم هي ستة إذا نكتب الجواب ثم 8 في سفر تساوي ماذا؟ تساوي السفر إذا أي عدد كنضربوها في سفر تسعة في أربعة بعد ستة وثلاثون ثم عشرة في تسعة نعم تسعون نمشول تسعة في خمسة خمسة واربعون سبعة في تسعة تلاتة وستون تلاتة في تمانية أربعة وعشرون وخمسة في أربعة عشرون وهكذا نقولوا تهينا من هذا السؤال وننتقلوا إلى السؤال الموالي إذا السؤال الموالي يقول أحل المسألة التالية إذا هو عبارة عن مسألة إذا نقرأ المسألة تملك أريج مبلغا ماليا قدره ثلاثمائة وسبعون درهم دفعت منه مئتان درهم مصارف رحلة مدرسية وخمسة وسبعون درهم لشراء هدية لأمها كم بقي لأريج من درهم إذا كيف سنقوم بعمل نعرف الجواب إذا أول حاجة سنحسب المصارف إذا نشحر المصارف لصرفة أريج إذا أول حاجة عن المئتان درهم وماذا؟ وخمسة وسبعون درهم للهدية مئتان درهم دي المصارف وخمسة وسبعون دي الهدية إذا نقوم بحساب الجمع ديه إذا نوضعه العملية مئتان سنضيف عليها ماذا؟ خمسة وسبعون إذا هذا ماذا؟ المصارف سفر زائد خمسة خمسة سفر زائد سبعة سبعة إذن المصاريف شحالك تساوينا المصاريف المصاريف هي مئتان وخمسة وسبعون بعد درهم درهم إذن غام شو دفع الماتبقى إذن الماتبقى قمو بعمل يسترح المبلغ اللي كان عندنا هو ثلاثة وسبعون وشحال صرفات مئتان وخمسة وسبعون ونقوموا بعمل يسترح إذن سفر ناقص خمسة لا يمكن نسلف واحد ونرد السلاف عشر ناقص خمسة خمسة سبع ناقص ثمان لا يمكن نسلف واحد ونرد السلاف سبعة عشر ناقص ثمانية تسعة ثلاثة ناقص ثلاثة تأسف إذن تبقى لها ماذا؟ خمسة وتسعون إذن هنا بقي لأريج كم بقي لأريج بقي لأريج كم خمسة وتسعون ماذا؟ درهم خمسة وتسعون درهم إذن بها كده نقول نتعين لنا السؤال وننتقل إلى السؤال الموالي إذن السؤال الموالي يقول أنجز العمليات التالية إذن نضعه بأول عملية إذن هنا سبعة في ثلاثة ماذا؟ تسعي واحد وعشرون نكتب واحد ونحتفظ بإثنان سبعة في سبعة تسعة وأربعون ونضيف لها اثنان واحد وخمسون نكتب واحد ونحتفظ بخمسة سبعة في واحد سبعة والخمسة ماذا؟ إذن الجواب غير يكون هو ألف ومئتان وإحدى عشر غنشوا العملي غير موالي مائة وخمسة في أربعة إذن أربعة في خمسة وإثنان هي إثنان ثم أربعة في واحد أربعة والجواب غير يكون هو أربعة ومائة وعشرون إذن من نسبة العمل الموالية 6 في 4 24 نكتب 4 ونحتفظ بـ 2 6 في 5 30 وإثنان إثنان وثلاثون الجواب غير يكون هو 324 نمشيه للعمل الموالية 5 في 3 15 نكتب 5 ونحتفظ بـ 1 ثم 5 في 3 15 والـ 1 16 نكتب 6 ونحتفظ بـ 1 وخمسة في 1 5 الـ 1 16 وبهكذا نكون ننتهينا من هذا السؤال إذن ننتقل إلى ماذا؟ إلى السؤال الموالي إذن السؤال الموالي يقول ألاحظ الساعات إذن نحاوله نشوفه بشكل أوضح إذن ألاحظ الساعات ثم أتمم إذن هنا أعطونا مجموعة دي الماذا؟ مجموعة دي الساعات ومطلب منا نعرفه التوقيت ديلا إذن هنا أعطونا ماذا؟ الساعة إذن نلاحظ بأن العقرب الصغير يشير إلى الخامسة والعقرب الكبير ماذا؟ في الثانية وعشر إذن الساعة تكون هي الخامسة إذن نكتبها بالحروف ماذا تساوي؟ هي الخامسة الساعة تسير إلى ماذا؟ إلى الخامسة الخامسة إذن نكتبه الخامسة الساعة تسير إلى الخامسة إذن نشوفه الساعة الثانية إذن الثانية والنصف إذن نكتبه الثانية إذن إثنان وعدد ساعات ماذا؟ عدد دقائق هو ثلاثون إذن بالنسبة للساعة الموالية ماذا تسير الخامسة وخمسة وأربع؟ إذن هي السادسة إلى الرابع السادسة إلى الرابع إذن هنا عفواً الرابع ثم الساعة الآخرة تسير إلى العاشرة والرابع إذن العاشرة الرابع هو خمسة عشر دقيقة إذن السادسة إلى الرابع نحاوله نكتبها بشكل أوضح إذن إلا قلنا ماذا؟ الرابع إلا الرابع ألف لام ألا ما أعيد إذن الرابع إذن نذهب الآن إلى السؤال الموالي إذن السؤال الموالي السؤال السادس يقول ألاحظ المجسمات ثم أملأ الجنوان إذن عندنا هذا الشكل هذا اللي هو عبارة عن ماذا؟ متوزن مستطير إذن شحال عدد الوجوه ديالو شحال عنده عدد الأوجوه؟ نعم هو ستة وعدد الرؤوس ديالو نعم تمانية إذن الرؤوس هما فيك يتلاقوا هاد الحروف إذن عندنا تمانية ثم الحروف هما هاد الأضلاء هما إذن إثنى إثنى عشر نمشوا إلى ماذا؟ إلى هاد الشكل إذن هو الهرام لقاعدته متلت إذن عدد الوجوه هنا هيا هو أربعة ماذا؟ ثم عدد الرؤوس كذلك أربعة وعدد الحروف ماذا؟ يساوي إذن هنا عندنا ثلاثة جانبية وعندنا ثلاثة هو ستة نمشوا إلى بل شكل موالي المكعب إذن المكعب عدد الوجوه ستة ثم عدد الرؤوس بحاله في حال المتوازن مستطلة الثمانية وكذلك عدد الحروف إطناش إذن هنا كنلاحظوا بأنه متشابهن همشوا الهرام هذه المرة هاد الهرام قاعدته عبارة مربع إذن مختلف هنا إذن عدد الوجوه ماذا تساوي إذن نعم هي خمسة عدد الرؤوس تساوي كذلك خمسة وشنو عدد الحروف عدد الحروف هو ثمانية وبهكده عنكم انتهينا من هات سؤال انتهينا من تصحيح النموذج نتمنى أنكم تكون سفتمرة تصحيح حد موفق في المتحانات المقبلة إلى اللقاء وما تنسوش بأن رابط النموذج هتلقاه في صندوق الوصف إذن إلى اللقاء